واللي انا عايز اقوله بالرغم الغيابات الكتيرة والغيابات الكتيرة مش مبرر احنا عندنا حالة من الغيابات غريبة جداً لفترة الاخيرة ممكن احنا عندنا انا هسميها لعنة لعنة الظاهر الايصر اللي بيلعب في المكان ده ورا بعد شفنا الاول علي معلول محمود وحيد ايمن اشرف حاجة غريبة جداً ولكن بالرغم من الاسابات والغيابات احنا عندنا ثقة في جميع لعيبة النادي الاهلي والموقف ده يا ما حصل لنا كتير ويا ما شفنا النادي الاهلي بيجيب عنه نجوم كبار وبيعدي وبيكسب وبياخد بطولات ويعني مش هروح بعيد قريب جداً كنا ثالث عالم وكان عندنا نسبة غيابات رهيبة علي معلول ووليد سليمان والفراو ده يعني كان عندنا نسبة كبيرة جداً من الغيابات اللي عايز اتكلم عليه في الحتة دي بخاطب فيه جمهور النادي الاهلي مش معنى ان الفرقة تخسر ماتش او تتعادل ماتش او تعمل عرض متوسط او دول المتوسط يبقى دول اللعيبة دول ما عندهمش فكرة ومدير الفني ما عندهش فكرة وبعدين ماتش نكسبه اللعيبة دي اعظم لعيبة في العالم يعني احنا لازم برضو نكون منطقيين في حكمنا على الامور يعني اه بنا انتخد ولكن النقد يكون مش نقد هدام نقد موضوعي ومش هدام نقد بناء والله احنا شايفيني انه كان حصل كذا 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 انما ما اسلوخش لعبتي خلي بالكم اللعيبة دي بشر زي انا بالزبط انت ممكن تخطئ وانت قاعد حط رجلي عالرجلي في البيت في شغلك وانت ماشي ممكن تخطئ اللعيب بشر فيه حاجات برا انت ما تعرفش ايه اللي حاصل درجة حرارة ملعب مش كويس ظروف رتوبة اللعيب مش في يومه فيه اخطاء بتحصل فيه اخطاء بتحصل ولكن اللعيبة دي محتاجة دعم محتاجة دعم الفترة دية زي ما طول عمر جمهور النادي الاهلي بيدعم فرقته اللعيبة دي جمهور النادي الاهلي محتاجة دعم الجمهور محتاجة الفترة دي الدعم زي ما طول عمر جمهور النادي الاهلي بيقف ورا فرقته اقف ورا فرقتك احنا داخلين على معمعة داخلين على كل 3 ايام ماتش داخلين يا دوبك بعد ماتش النهاردة الناصر في الكاس وبعدين الزمالك الزمالك حنقابله مرتين الفترة اللي جاية في وقت قصية حنخش على معمعة الدوري كل 3 ايام الدوري البطولة المفضلة للنادي الاهلي اللي الجمهور حاببها والبطولة دي بتاعت النادي الأهل مكتوبة باسم النادي الأهل الداخلين بعد كده على المعترق الأفريقي مبارتين الكسبان في المبارتين ودي صعوبتها هو اللي هيكمل فانت ما تهمتش فرقتك ده بالعكس اديهم الثقة حفزهم وقف وراهم ده المطلوب مننا الفترة دي حتى ولو في خطأ عادي الخطأ حيتصلح وما فيش باتش من غير أخطاء مفيش فرقة حتى وانت بتكسب في أخطاء بس أحيانا المكسب بيداري شوي ده كويس ان هو الأخطاء بتبان عشان النتيجة مش في صالحنا قوي ده جراز انذار او جهاز انذار كده بيرن بدري علشان انت تحط إيدك على العيوب والأخطاء دي عشان تقدر تصلاح عشان زي ما مستر مسماني قالك ان احنا هنتور من نفسنا الفترة دي الفترة اللي جاية دي باتشات كتير بطولات كتير وزي ما احنا متعودين ان النادي الاهلي بيلعب على البطولة البطولة وبس وان شاء الله ان شاء الله تكون المكسب النهاردة من نصيب النادي الاهلي وان شاء الله البطولة العشرة تكون من نصيبنا